نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق السادس عشر لهذا الموسم السباق أقيم على كأس النادي الملكي للغولف وكأس صحيفة البلاد وكأس نادي سبارتين الرياضي وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد الخليفة وكأس سافرة وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الرعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل على مدمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقات الرفاب الصخير وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم السيد يوسف أسامة بحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس سافرة إلى مساعد المضمر الفائز إسحاق مراد فيما قام السيد جواد الحواج عضو مجلس إدارة مؤسسة البلاد الإعلامية وبحضور السيد مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد بتقديم كأس الشوط الثاني إلى مساعد المضمر الفائز إسحاق مراد ثم قدمت السيدة زين العامر عضو مجلس إدارة النادي الملكي للغولف كأس الشوط الثالث إلى الفارس الفائز أندرو إليوت كما قدم السيد إبراهيم العريفي عضو مجلس إدارة النادي الملكي للغولف كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز ألان سميث فيما قام السيد ديفيد أردري مدير عام نادي سبارتين كأس الشوط الخامس إلى الملك عادل أحمد وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة ثم قدم الشيخ سلمان بن راشد الخليفة كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة هذا وقد اجتمل السباق على تسعة أشواط